السؤال الثاني بيقول أنا مخطوبة لواحد كويس ومحترم وكل الصفات الحلوة موجودة فيه بس هوق مش بيصلي وبعيد جدا عن ربنا أعمل إيه وحاولت معاه كتير ومش عايز يسمع نصحتي أولا احنا عندنا أشياء مهمة جدا 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 عدم الصلاة لا شك إن هي كبيرة ولا شك إن هي ركن مهمة جدا جدا في شخصية الإنسان لكن لازم نقول بشكل واضح جدا إن كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه وفي زوجه مكونوا إن هو بيصلي ده جزء من أجزاء الحكم على دينه كله وكده صاحب معصية كبيرة لكن نفترض إن هو شخص ما بيصليشه بيقوله وبيعيت وبيبكي وبيقول يا رب اغفر لي وتوب علي وخليني أصلي يا رب بس هو مش لاقي حد يساعده على ده ده مهم جدا في مسألة التقييم لكن واحد بيقول لا أنا مش هصلي ولا من الصلاة لا لا ما نصحش بإن إحنا نكمل معاه إحنا في الخطوبة ليه طيب لإن أحد الدوافع الأساسية لإكرام المرأة بيبقى دين الإنسان ولذلك جرى على لسان إن الستات بعامة في بلادنا وهي حكمة من حكم النساء إنها تقول أنا عايز أتجوز واحد يتق الله فيه فأحد عناصر تق والله فيها وهي ديته من أجل وعلى فكرة أنا عارف إنه من أجلي أنت سألت السؤال ده هو الواحد اللي ما بيصليش هيتق الله فيه إذا كان ما بيصليش بجرأة على الله وهو شايف إنه هو مش محتاج لحد هو عفيته وفكره ورؤيته ده مش هتعرف التعامل معه ده أنا محدش يقدر يف أنا مش محتاج لللي أنتو بتعملوه ده وات الناس اللي بيصليه دولة ناس أفقين إذا كان بهذه التركيبة هيبقى صعب جدا إن أنت وإنتي بتسألي السؤال ده إن أنت تكملي معاه وإذا كنت نصحت لحضرتك إن أنت لازم تعرفي هو ده تأثيره إيه فإذا كان هو ما بيصليش وحاسس بالزنب وحاسس يا رب ساعدني وربي كذا كذا بنكمل على بقية صفاته بقى فإذا كان هو راجل كريم وراجل مؤدب وراجل خلوق وراجل كذا بس يبدو إنه هو الصلاحة صلوا حاجة من حد فوفاهم من فهم غلط فلو رحنا وخلنا قعد مع حد فكلوا العقدة دي بيسهل عليه إنه هو يقبل على الله سبحانه وتعالى ولذلك نصحتي ببساطة خالص نصحتي لحضرتك إن نشوف هو بيعمل كده على أي خلفية بيعمل كده على خلفية إنه هو ما يهموش قضية الدين دي خالص وما يهموش ربنا وما يهموش أي حاجة تتعلق بها دين في هذه الحياة لا ده يبقى صعب أول إنه تكملي بقى لو كان المسألة مسألة إنه هو مش عارف مش عارف يصلي فيه ناس كتير عابلنهم كده ما هو مش عارف هو بيحب ربنا وعنده مشكلة فهو محتاج بس حد إيه يرتب له عقله أرجو إن أنا أكون وقت تحترك المسألة بشكل دقيق